الاقتصاد السياسي فهو فرع شديد الأهمية من فروع العلم أو علم الاقتصاد تحديدا والناس مش معتادة لمصطلح بس مع أنه هو مصطلح فعلا ليعلاق بكل حاجة حواليك ده صحيح علم السياسة لوحدها ده علم إدارة شؤوني الحكم وعلم الاقتصاد هو علم إدارة يعني موارد الدولة جميل علم الاقتصاد السياسي هو اللي بيحطه لتنين دول مع بعض بيشوف لما الدولة أو الإدارة أو الحكومة تاخد قرار سياسي تأثيره بقي على الاقتصاد يعني مثلا يعني خليني مثلا أقول لحظك مثلا دلوقتي مثلا رئيس الجمهورية قال مثلا مثلا يعني أن احنا مثلا هنبني مدينة على السحل الشمالي ده قرار شكله سياسي تماما هو لكن هو وراء عدد لا نهائي من التأثيرات الاقتصادية أولا هيبدي طريق الطريق ده هيتعامل عليه مشروعات هتجلب فلوس والطريق ده بما يعدي في أراضي الناس فتتنزع ملكيتهم المدينة لما تتعامل هيتطر حواليها يعمل مشروعات اقتصادي يعمل حواليها مثلا محطات كهرباء محطات مية هيكلف الدولة فلوس ده كده التأثير الاقتصادي للقرار السياسي حيلا كتير بقى جدا يبقى العكس التأثير السياسي للقرار الاقتصادي تخيل دلوقتي لو احنا قلنا مثلا أن احنا الدولة مزنوقة وما فيش فيها فلوس هنقلل الدعم لناس ده كرار الاقتصادي بس هو في الآخر خالص يبقى عنده العكسات السياسية الناس هتتضايق الناس هتنتخب حزب الأجلبية ولا مش هتنتخبه الناس هتصوط لمين وهكذا فعلم الاقتصاد بقى السياسي هو اللي بيدرس التأثيرات اللي جاء من ده على ده والتأثيرات اللي جاء من ده على ده عشان يقول للناس بتقول الاقتصاد يقول للناس بتقول الاقتصاد خد بالكو كراتكو هتعمل كذا في السياسة ويقول للناس بتقول السياسة خد بالك وقراراتك وهتعمل كذا في الاقتصاد فهو زي ما حدتك قلت علم بيجمع بينين لتنين واللي بيشتغل في الاقتصاد السياسي لازم يكون عنده طبعا المعرفة الاساسية الاقتصاد ويكون عنده على الاقل المعرفة الجزئية او المعرفة يعني الاساسية في علم السياسة علشان يقدر يتوقع الانعكاسات اللي من هنا الهنا والانعكاسات اللي من هنا فما بالنا لما يبقى قرارات سياسية دولية بتأثر طول الوقت عليك في ظل ظروف يعني احيانا بتبقى امور سياسية متعلقة بالاقليم وامور سياسية متعلقة بالمجتمع الدولي ككل امور سياسية متعلقة بالاقليم اظن لما يبقى لقدر الله في حروب كبرى جوه الاقليم كان زمان في حرب كبيرة ما بين مصر وكان السيون المحتل للاراضي العربية وفي حاجات بتبقى اكبر زي الحروب العالمية الكبرى اول او تانية وفي زي مؤخرا اللي حصل من حوالي سنة ونص الحرب ما بين روسيا واوكرانيا لازال البعض حتى هذه اللحظة مش قادر يستوعب رد فعل هذه الحرب على الاقتصاد العالمي أنا حتى مش بتكلم بس على مصر لكن هل الناس اللي زال حالاتي اللي بنطلع نتكلم فيه مع الناس انو يا جماعة الحرب مؤثرة على الاقتصاد العالمي بلاقي ساعة ردود من بعض الأصدقاء الجيران المعارف واحد يقابلك في صلاة الجمعة يقولك يعني هو لسه تأثيرات الحرب علينا لحد دلوقتي فتوقت تشرح بس في النهاية انت المتخصص هل الى هذا المدى حرب في أوروبا تؤثر على الشرق الأوسط ولاية المتحدة الأمريكية وأسيا قبل ما نروح للحرب بالذات عشان بس الناس ما يفهموش ان احنا جايين نتكلم عن وضع حضرتك اصلا برضوكو مناش الحرب جاي حرب جزر الفوك لنا قبل الحرب خليني اقول لحضرتك مثلا ان احنا عندنا مثلا مثلا يعني حاجات تغيرات ممكن حضرتك ما تتخيلش انها أصلا تأثر عليها زي مثلا مثلا زوابان جليد الكوب الشمالي اهو ده موضوع انا لما اجا كلم حضرتك فيه هتقول لي انت جاي من زحل ولا جاي من ايه اه انا ايه علاقتي بتأثيرات زوابان الجليد اللي في الكوب الشمالي اعاوز اقول لك ان ده مؤثر علينا للغاية واحنا قاعدين دلوقتي وما اكلم حضرتك الادارة المصرية والباحثين المصريين والناس كلها قادة ملعوبة من اللي بيحصل في الكوب الشمالي اه ليه لانه ببساطة جدا الكوب الشمالي هو حتة في الشمال الكره الارضية طيب عبارا عن كرة πاعدين بالقبضة في شمال لها حتة متجندة الحتة المتجندة ددة والع anticipated تمنع المرور السفن من الشرق للجربة بمنع مرور السفن من الشرق في الجربة السفن بتطرية تعدي من الشرق في كرنات السويس هذا الجليد falso�� سيسمح بخلئ ممرات لطلبة الشرق في الجربة من فوق القرى من فوق isso الحتة بقت صغيرة جدا فالسفن تعدي من الشرق للجربة بسهولة وتعدي في وقت اصرح. مم. فده يأثر علي انا في قناة السويس. بس كده لا. ده كمان الجليد ده يروح فين الماء اللي هتسيح دي. هتنزل في المياه في البحر في البحر. فتزيد مناسيب البحر. بتاعة. فترفع مناسيب. انا عندي الساحل الشمالي كله والدلتة كلها. اراضي واطية جدا. عشان كده النيل بينزل من الهضبة فوق لي تحتها. اه. وبالتالي لما الماء ترتفع انا يعني لو الدنيا تسابت. هيبقى منسوب مياه مرتفع للغاية في البحر المتقصد بس كده. البس كده. الجليد ده لما يزوب تحته سرادات ضخمة للغاية. سرادات فضيعة. ربع 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 احتقت العلق من الجاز تحته. تلتاشر فالمية من احتقت العلق من البترول. خمسة وعشرين فالمية من احتقت العلق من المعادن موجود تحته. تخيل بقى كمية البترول والجاز دي هتطلع تبا سهل استخرجه. الجليد ده كان مغطي ومش مخلي الناس تعاف تستخرج البترول كويس. الجليد ده يا زوب بقى مية. فبقيت قدر يستخرج البترول. اسعار الاجهز اللي انا بشتغل فيها دلوقت. تنخفض. شو? ده ده بقول عشان كده مثلا الناس كان بتبقى مستغربة جدا. ومصر ما استضيفة الكوب. كوب ايه يا جماعة احنا احنا يا جماعة احنا عندنا ضغوط على الاكل والشرب. وانت راح تستضيف الكوب. كوب ايه وتغار مناخ ايه وبتاع ايه. لا تماما على الموضوع اكبر من كابت ترجد. انت ممكن تبقى فيه حدث لا تتخيل خالص ان هو يأثر عليك. وبعدين تلاقي نفسك اكلك تأثر بيه. الطبق الفل قدامك تأثر بيه. هقولك على حاجة رطيفة. ابسط واسهل من كده خالص. دلوقتي وانحنا قاعدين نتكلم دلوقتي في شفت شفت الموجر الموجر اللي كانت حصلة دي. اه. ايجيب دي حصلة ليه. في حاجة اسمها النينو. النينو دي بتحصل. الناس اتكلمت عنها. سنة لحدك بسة تأثيراتها البسيطة خالص. اللي محدش يعني محدش يتكلم عن ناخد. النينو دي زاهرة بتحصل في المحيط. ايه سببها? للغاية دلوقتي العلمي مش عارف يتأكد ايه اللي بيخلي. المحيط يسخن فيسخن الجو فوق. للغاية دلوقتي اوان بكلم حضاك احنا اهو. يعني بقالنا يعني بقالنا الف سنة عشرين على الارض. مفيش حد يعرف الموضوع. المهم بتتفاجئ انت مرة واحدة بتعرف قبلها بحوالي شهر ولا حاجة. انه يا جماعة احنا النينو ده عمديني حاجة اسمها النينو والنانو. النينو ده السنة دي هيبقى الجو حر. فيحصل حاجة في الهند كده يبقى المنخيط الهندي كله سخن جدا يسخن الهواء اللي فوقه. الهواء اللي لما يسخن بيعمل حاجة اسمها منخفض جوي. منخفض الهند الموسين. اه يقوم يبعت لك انت الهواء السخن ده. اولا المنخفض اللي حصل عند الهنود ده بيأثر على انتاج الهند من المزروعات. الهند وبيأثر على انتاج الهند والصين من الهنود بيصدروا رزوا بيصدروا وبيستهلكوا كمية كبيرة جدا من الامح نفس الوضع الصينيين الناس دي لما تجوع وانتاج هيقل يضغطوا على السوق في العالم من الحبوب ومن الانتاج بتاعهم. لانه هيقلل الحجم الصادر من عمح. مش هيقلل الحجم اللي هما زرعوه اصلا ان الان الجفت. فالمزروعات هتقل. فتلاقي اسعار الجزء ارتفعت. انا اجاب اشعلك الموضوع ده اقول لك يا جماعة معلش احنا عندنا السنة دي ارتفاع في اسعار الامح والدور عشان النينو. ثم تقول لي نعم نينو ايه يا حج انت. فاقول لك ما هو او معلش احسن انت مش واخد بالك انه فيه ترتيبة واسعة. فيه ترتيبة واسعة بتحصل انت مش بتاخد بالك منا. واكس بتلاقي ترتيبات انت احنا هنا احنا هنا مثلا كمصر او كقدرة مصرية او اي ان كان يعني بتبقى انت متلقل الموضوع وتبقى بتقول ايه اه يعني انا ايه زنبي زي ما هيقول لك ما بلاش كل ده. ابسط حاجة خالص في كورونا مسلا. واحد عطس في الصين. انت هنا البلد كلها نفلت. ببساطة جدا ليه? لانه العالم بقى مرتبط جدا ببعضه. اي حدث بيحدث في العالم انت بتتأثر بيه بشكل. وعلا في كلمة مش من النهاردة? يعني مثلا احناس عشاء في السنتر. دلوقتي ارهابي دخل بطيارة برج. حلو الكلام? انا ايه زنبي في مصر هنا? اتأثر انا في مصر ليه? لانه احنا مرتبطين ببعض يا جماعة. كل حاجة بتأثر في حتة في العالم بتأثر علي.